نظم الهلال الأحمر الجزائري بالتشارك مع المنظمة الوطنية لمتعامل النقل الصحي دورة تكوينية الإسعافات الأولية نظم الوطنية لمتعامل النقل الصحي دورة تكوينية الإسعافات الأولية تكوين قليلاً لديها جانبهم ويساعدهم ونحن تبقى لتعليمات التعليمات التي ما عدنا من الفوق وتبقى للقانون التعني هذه الخدمة داخلة في الإطار التعني إذن نحن نحن بين أيدي مكوينين لديهم تجربة كبيرة والدروسة تفوت في طريقة مليحة رأينا في ولايتنا هذه ولاية عينتي موشن بأن سائقي سيارة الإسعاف ومتعاملين عندهم نقص في هذا الأمر في الدورة المسعف بسكوين على مستوى مديرية الصحة معدناش في الصفة المهانية ولهذا ارتأينا ولجأنا إلى الهلال الأحمر الجزائري وجدنا سيد رئيس المكتب الولاي الهلال الأحمر الجزائري قامنا بضيافة ونحن في التكوين مع المكويني رأينا هنا مكون في الهلال الأحمر ونعطيهم دروس لسائق سيارة الإسعاف ونحن عندي تجربة في هذا العمل ونكون فيهم حسب الدروس التي عدنا هنا قمنا باتفاقية لكي نقوم بتكوين سائقي سيارة الإسعاف اللي كان عندهم نقص كبير في مجال الإسعاف هذا ونحمد لله نشكر الهلال الأحمر اللي عين تموجد اللي قام بنا أحسن أحسن إقامة وتنظيم ما شاء الله مثل هذه الدورات باتت أمرا ضروريا خاصة مع كثرة الحوادث والكوارث ولضمان إسعاف صحي أمثل ترجمة نانسي قنقر